السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوة حليمة غوحمن اليوم نقدم لكم مائدة غداء متكاملة وبسيطة جدا. بالنسبة للدجاج انا درت هنا في خط دي الدجاج بسلسة رائعة وتتبيلة رائعة وهي سلسة البغ بيكيو كتجي رائعة في المطاق وهنا السلطة باردة دي الليبات بتتبيلة كده ركوب مغيناد غزال انتمنى يجبكم وهنا سلطة دي الشيفلورت هي كتجي الديدة ورائعة وهنا في الاخير عصير دي الجزر والكاكي والياغورت هو كيجي رائعن بشو المقادير. بالنسبة للمقادير عندي هنا يا افخد الدجاج عندي ستة الفخد يعني من الامكانكم تديروا اي كمية كتبغيوا على حسب الاسعة وعندي بتوابيل عندي توم بودرة والابزار وبصل بودرة والملح كذلك وبصل بودرة وعندي ملعقة كبيرة دي المطارد وملعقة ولجوج معلقة دي الكيتشاب وهنا ملعقة صغيرة دي التوابيل دي الشاورمة وهنا سلطة البغ بيكيو كيف كتشوفو تنديروا تقريبا معلقة ونصف تلجوج وهنا يعني اللي بغاي دير الحار رانا درتها دهوت سوس نيل الحار وهنا غندير واحد اه يعني رشاء ديال الزعتر وغادي ننخلط بالزيت الزيتون تتبيلها كتجي رائعة وانا سبق لي حضرتها في وصفة ديال الجناوح غتلقاوها في في صندوق الوصف غد نحطها لكم اه هناك نوضع التوابيل ديالي اللي هي التومة والبزار والبصلة اه بودرة وهنا واحد شوية ديالتوابيل ديالشاورمة وكذلك اه صلصة ديال الكيتشاب وهنا ملعقة اه ديال الموتارد وملعقة كبيرة اه ديال صلصة البغ بيكيو واحد شوية ديال الحر اه والزيت الزيتون وهنا درت ضفت اه الزعتر وغادي نحك واحد اه تقريبا شوية ديال سكنج بير طري الى ما كانش ديرو يعني الاخر العادي وهنا غنضيف واحد شوية ديال الملح لحسب الضوق غنخلقي الكل يعني تنحصل على مغينات كيف شتو يعني نخلق الكل مزيان وغادي نوضع الدجاج ديالي يعني في خيضات ديال الدجاج اه بامكانكم تديروا الدجاجة كلها يعني تقطعوها يعني الى اطراف ودديروها اه على هاد الشكل غادي ننخليهم اه اه ارقادوا في هاد اه في هاد الملح لامغينات واحد ساعة حتى ساعتين الا كان عندكم الوقت هكا ديروهم بالليل وفي الصبح اه طيبو يعني طيبو هم يكونوا جاهزين هنا صافي اه وغادي نوضعهم في هاد طبق ديال الزاج اه نوضعهم في الفرن يعني الى هاد الشكل ما كان ندير لا ما لوعلو حيث هما غادي تلقو الماء سافيس غنستفل الفخيضات ديالي كيف شتو وغادي ديك الالصوص اللي شاتت غا نوضعها تاني من الفق وغا ندخلهم الفرن سخون من قبل وتنخرجهم وننشيو باش نصوبوا اه السلطة ديال الشيف لور ديالنا هنا الشيف لور ديالي انا غسلته ونقيته وضعته في الماء يكون هكا يلا هكا يبدا يغلق وضعت عليه واحد دلاتة التومات دروس ديال التومة وغادي نخليه حتى اي طيب يعني ما يطيبش سايت هرا يعني غير يطيب اه يطيب اه يبقاش هاد فرسو وهنا اه اه فاشطاب لي ديال الشيف لور درت زيت زيتون في ميقلاتك ودرت ادوك التومات اللي طابو ومعزت كان معزهم في حالك على هاد الشكل وغادي نوضع التوابل اللي هي البزار والتحميرة معلقة ديالتحميرة ومعلقة ديال اه البزار ومعلقة ديال الكامون والقصبر ومع تنوس وكنوضعهم فوق الزيت وهنا يا واحد اه تقريبا تهدت معلقة ديالصاصة التماطم غادي نخليهم يعني هكا يتبخوا مع اه اه شيف لور ديالنا غادي نحطو الشيف لور ديالنا على هاد الشكل ونخليهم غير يتبخوا يعني غير يتحروا شوية في ذاك العصص وغادي نتفعليه باش نهصل على اه سلطة ديالشيف لور وهنا غادي نوضع تقريبا نصف اه عصر حمضة من الفوق صافي ونخليه يتحر شوية ونطفعليه ونمشيه باش نقضو السلطة ديال الباك ديالنا اللي بردة هنا هاد اه اللي باك اللي درت اه درتهم انتجرالي يعني اه كيكونوا يعني باستا كتكون صمراء يعني سلقطاتها هي في الماء ومليحة وهنايا عندي اه المايوناز والدراو وشوية اه فرماج بارمزون وزيت الزيتون والحامض وحب بودرة ديال البصل والبزار وعندي طماطم مقطعها يعني قطع صغيرة يعني سوريز وعندي جبناء ديال الفتة وعندي زيت زيتون اه عفوا زيتون خضر مقطع والخص هنا وضعت تقاع السوائل يعني الزيت والحامض والميوناز والملحة والبزار وواحد شوية ديال رشة ديال بصل البودرة وغادي نحركوا الكل باش نحصل على كريمة على هاد الشكل يعني اه هاد الشكل كتكون وغادي ناخد الليبات دياللي فيك اللي فيك اللي سلقتهم المعتاد يعني كيك نسلقوا قاع الليبات في المسخون يعني طيب وشوية ديال شوية ديت الملحة هنا ضفت اه الدرا يعني اه المايسه ودهنة زيتون والطماطيم والخص قطع صغيرة ومعهم الجبن ديال الفتة سافي وغادي نخلق الكل على هاد الشكل بالنسبة للفرماج بغموزو غادي نخليه تلخا عد غادي نصف فوق منه سافي وغادي نخلي صلاطة ديالي حتى التقديم هنا غادي نحصل هنا لديه الكاكي و جزر سلقته في الماء و خليس في هداق الماء كاسة الليمون معصور كاسة السكر و ياغورت المشماش ولا الطبيعي مهم غير كي يتحن وضعت الكاكي تقريبا نحب الكاكي مع الجزر و عصر الليمون البرتقال و السكار سوف نحصل على هذا القوام عصر الليمون سوف نجربه سوف نمشي المائدة الغداء رائعة و سهلة و بسيطة دجاج أفخد و هنا سلطة باردة و هنا سلطة شفلر بما تشك جيته مدقو رائع و ديد و عندي كذلك عصر ديال كاكي و البرتقال و الياغورت نتمنى سعجبكم مائدة الغداء و الى اللقاء الى فيديو آخر إن شاء الله شكرا